أعد الله سبحانه وتعالى الجنة للطائعين المؤمنين المتقين فكل عناء وراءه نعيم وفي الجنة النعيم الأبدي فبعد أن يبعث الله عز وجل الناس يوم القيامة ويخرجهم من قبورهم للحشر والعرض أمامه جل وعلا فيكونون حفاة عراه غير مختونين كيوم ولدتهم أمهاتهم وتظهر عليهم ملامح الذهول والخوف والرعب قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عرات غرلا قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض فإن أول من سيحشر يوم القيامة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث تنشق عنه الأرض قبل كل مخلوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرة وأول من ينشق عنه القبر وهنا سينادي الله عز وجل على عبد ليكون أول من يكسوه بعد أن يبقى الناس جميعهم عرايا وهو خليل الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أول من يكسى يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم فينادي الله عز وجل ملائكته ويقول لهم أكسوا خليلي فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما ثم يقعد مستقبل العرش ثم أوتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه قياما لا يقومه أحد غيري يغبطني فيه الأولون والآخرون قال القرطبي رحمه الله إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم يؤذن المؤذن ويلب الملبي وأول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم ثم محمد صلى الله عليه وسلم ثم النبيون ثم المؤذنون فيجعل الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من يكسى يوم القيامة لأنه عندما ألقى به قومه في النار قاموا بتجريده من ملابسه وألقوه عاريا لذلك سيكرمه الله عز وجل يوم القيامة ويجعله أول من يكسى يوم القيامة ويلبس ملابس الجنة وبعده رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والملابس في الجنة ستكون من أفخر الأنواع من اللباس ويتزينون فيها بأنواع الحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ فمن لباسهم الحرير ومن حلاهم أساور الذهب والفضة واللؤلؤ قال الله سبحانه وتعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وقال الله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير اللهم إنا نسألك أن تكتبنا من أهل الجنة برحمتك يا رب العالمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر